جدد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادهنا ستيفن فيجن دعم بلاده للحكومة اليمنية لاستعادة الامر والاستغرار والتنمية المستدابة وأكد السفير ستيفن فيجن خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الامريكية بمناسبة العيد الـ 248 للاستغلال الولايات المتحدة أكد أن الهجمات الخطيرة وغير القانونية التي نفذتها مليشيات الحوثي على الملاحة العالمية خلال الخمسة أشهر المنصريمة عرضت كل شيء إيجابي تم تحقيقه في سبيل السلام للخطرة معتبرا تلك العمليات بالعمل الإرهابية كما تطرغ خلال الاحتفالية إلى أن ما شهدته علاقة البلدين من تعاون في عدة مجالات حيوية أبرزها تعزيز أمن المنطقة عبر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة تهريب القطع الأثرية اليمنية اشتركوا في القناة